صاحبي جرح الزبون من هنا جرح وجرح قوي أنا ما أخد شي مشي جالس بالجلسة طلعوا صوتهم شوي قال لي أبو بدر تعالي شوف الزبون قبل شفته عايز دي شوفه من هنا كله دم توب أبيض ألب أحمر طلله إيش سويت اسمي أحمد من تركيا جنسية تركية من عام 2006 بالسعودية بشتغيل درست ثلاث سنين بسبوع مرة يوم طل ربوع بالذكر كتير كويس من الصباح للعصر يدرسونك هناك يعني يدرسك يسألك على أدوات هالعدة إيش تنفع هالراس هالشكل هالحلاكة القصة هل تنفع الشخص ولا لا السكسوكي كيف ترسمها وبعدين خلاص تعودت حبيت الشغلة والشغلة حبتني ننسى ألف عن كل شي الأسرار عند الحلاك كل شي المزح الضحى كل شي يعني وعلاقنا مع الزبون تقلب علاقة الصداقة بمونع لي وبيمونع لي ما عندي مشكلة لو قلت له أنت يجيب لي قهوة معك أو يجيب غدا الأمور عادية أنا في عندي زبون له حالياً صلوا أكتر من عشر سنين ما عندي غيرت ثلاث محلات وتلاتة بيجي معي وين ما رحت بيجي معي في حتى زباين بعرفون حالياً بعرفون بالصورة بسناب عندي قديمين كان حط له الدفة على الكرسي وحلق له ولد هالحين من شاء الله عليه شاب صار يحلق دقين وشغل أول حلاقات كانوا عادية تخفيف عادي حلاقة يا سكسوكا يا دقن هالحين غير صار التدريج والنحت والسكسوكا أشكال وألوان زي ما قلتلك يعني بيقلك بدي سكسوكا يا أخي بدي إياها فلان واحي عاملة بدي إياها وما أدري إيش أو عنده شعرتين ثلاثة يصبغ أسود من نصف كان كيلو متر بتشوفه إنه صابخ مبسوط هو مبسوط دقن عندهم وصار الزبون يهتم بنفسه يكون تنظيف بشرة يكون حمام زيت على التساقط على الشي هادي صار يهتم فيه بزيادة أول كانوا ما يهتمون السلام الراتب هادي غير دلع هادي الزبون بيدلع الأخير مرة صدفت بعام 2009-2010 ما أحبت ذكر وقت نزلت الرواتب مرتين الزبون اللي في عمره ما سوى تنظيف بشرة أبدو تنظيف بشرة في عمره ما بيعرف صنفرة إيش الشكلة صنفرة أقول أوف شي أخا يعني بنعرف استلموا رواتب زيادة وموسم المدارس ماكينة ومقص وضرب على كيفك مرة أجاني موقف ما بنسى أبدا بحياتي هذا غير شي تاني والله دقنه له هنا تقريبا والشعر كزل جلس ابنه جلس على الجلسة قال لي حلق لي دقنه شعري ماكينة صفر بسم الله الرحمن الرحيم قلت طوع قال لي يا ابن حلال الصفر ترى زي كده ما في شعر دقنه له هنا قال لي حلق له رحت لعند ابنه على الجلسة قال لي يا والد الوالد أنه يبغى تدقني شوله كله وزي هنا قال لا عادي قال له زي هنا ما في شعر أفهم إياها قال لي حلق له قال لي أبوك إيش قالوا مطوع ولا لا قال طوى طالع من السجن قالت له الحمد لله قال لي حلق كده يا منزل السكسوكة كده يا ما أدري إيش أول ما فتحنا يا وين ده تضحك على الزباين وين ده تحلق له يعني قال لي بحلق شنبه وعكس قال لي شايل سكسوكته قال لي بحلق شعره قال لي وضحك جدا بس تنذكر وما تنعدها كل إيام أيوه هاكي بس أعلنوها جوالتنا بتتقفل جوالتنا بتتقفل عشان الواسطة بتتمشي بس بس إذا بتقفلها ما بتتمشي الواسطة اللي بيجي من الباب حياء الله على الكرسي الزبونة أو غير زبون مع مين الدور بيجي وإذا بده تنظيف حطوا له المسك بوجه والله طلعه بره استنى أخذ الثاني ما أخليه بالكرسي واقف ما فيه حطوا له المسك له طلع بره استنى ما بينحلق له دقنوا شعر بيكون الصيناء خلاص أحطوا له المسك لهذا أبعته وأخذ الثاني كده ماشي يعني ما حدا بيزعلك بيوم تنعيد ما حدا بيزعلك وبيجي زي زحم الجلسة قلهم ترى أنتو دابعوا الصرا الدور أنتو تابعوا أنا ما دخلني فيكو مرة تضربوا قبل ثلاثة سنين أربعة سنين تضربوا زباية تضربوا ماذا يقلها قلوا بدر مع مين ما دخلني والله كلوا بعضكم ما هل يدخل فيكم أمدا أنا قبل العيد أصل أنت بعشر تيام جالس ما في شغل الناس ما هبتحليك هالعشرة أيام اللي ما كسبتها هبتكسبها بليلة وحدة وبعد العيد بدك عشر تيام تجلس كمان كل الناس حلقيت الجواحي مطوع بالظاهر من البيت من البيت أجل الخبار قال أبو بدر حلقنا له إنه لو عبتشير بركنا قال كيف نحلق له قال كابوريا عوزن بالله مطوع وكابوريا ما تيجي قال يابو سلطان قال أبو سلطان قال يابو سلطان تعرف أنت هالقصة كيف قال كيف يا أبو بدر قال كده كابوريا قال عوزن بالله غضب الله قال لي ماذا سوي لك أنا قال لي أذهب البيت أهل البيت قالوا لك لازم تشتغل على الأطول أنا ايش نراني غلنا قال حلقة عادية مشية قالوا إذا بتنام بره طعام نايمك عندي بالبيت أمس أجاني واحد زبون نفس الشي تدقنه تكفى أنا حساس يعمل لي إيش تحساس حط المشني أي يا ابن الحلقة إيش أي أنت جايد أي إيه عندي ولا تحلق عصرت منه يعني بالآخر قالت لديك حل واحد خسرت له يا وشو حطيت له كريم ورطة بشويش وش بالحنية حتى نزلنا الشعر كله حتى رطبنا له يا واللي بيأخد المراية وبيمسك شعر شعر بيفرجك ياها وهادي أنا ما عندي مشكلة برضو بتحملك بس وقت اللي بقل لك حسابي هالقدر أعطيني حسابي قال لك لا وأنت سعيرة البلدية وأين كده وأنت سعيرة البلدية مقروفة رخيصة يا بس أنت اللي عزابي اللي عزبتني يا وراح تعاي بي وراح في كتير ناس بيأجي بيقل لك بدي هالقصة بتقوله عن القصة ما تنفعك لا بديها ما تنفعك ثلاث مرات بعيدوا الكلام لحتى تفوت في مخه ما فات مخه ما دخلي أسوي له ياها وقت اللي بيشوف أنه بظافة تتخربت بالكامل بيسكت عشان الحلاقة أنا بشوفها على الدم أجد يصير بوجهك هو ما بيشوفها بيشوفها زي الصورة الصورة بنزلة من القوغل القوغل غير وأنت غير الزبون بينبسط تهتم فيه يعني وقت اللي بقل له نعيمة بقول الله ينعمل ليه بقول له يرحم والدينا ووالديك تجاع الزبون شيء حلو هذي ما بزح للزبود مهما كان أه ماما وعفلوس ما عندي مشكلة أهمش الأسلوب